سلام الله إليكم تقول نضع لفافة شعل تشبه المكره هل يكفي المسح عليها من الجزء الأعلى فقط في أثناء الوضوء؟ لا يجوز المسح على اللفافة أو على شيء على الرأس من الغغطية بل لا بد من مسح الرأس المباشرة لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم إلا إذا كان على الرأس عمام أهل الرجال إنهم يمسحون عليها إذا كانت مستوهية للشروط لأن تكون ساترة لمعظم الغاث وتكون محنكة ذات دوابة أو كان خمار امرأة مدارا تحت حلقها ومثبتا على رأسها فإنها تمسح عليه وأما ما عدا ذلك من الأغطية والحوائل فإنه لا يمسح عليها إلا ما كان من لصوق الجروح أو الجبائل التي على الكسور فإنها يمسح عليها بقدر بقائها للحاجة فإنها يمسح عليها بقدر بقائها للحوائل